ونتحول إلى الشأن الدولي حيث أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على الموافقة على تمرير حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 14 مليار يورو وهذا لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا وقال دراجي أن الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في البلاد هذا العام وسيتم تمويلها جزئيا عن طريق زيادة ضريبة تفرض لمرة واحدة على شركة الطاقة